البنيات التحتية والموارد البشرية المخصصة للتكوين الطبي في إطار الاتفاقيات المبرمة بين الدولة والجماعات والجامعات وكليات الطب والصيدلة تمت برمجة اعتمادات ومناصب مالية مهمة للفترة الممتدمة بين 2022 و2030 تخصص لإحداث ثلاث كليات جديدة بكل من قلميم والراشدية وبن ملال ومواكبة الزيادات في أعداد الطلبة بالرفع من القدرة الاستعابية للكليات وتوسيع وإعادة تهيئتها وتجهيزها كما تم مرصد ميزانية خاصة من أجل تجهيز جميع الكليات بمركز المحاكاة والطب عن بعد إضافة إلى ميزانيات غير مسبوقة لتأهيل قطاع الصحة من أجل بناء وتجهيز مؤسسات صحية جديدة وإعادة تهيئة وتجهيز العديد من المؤسسات بمختلف جهات المملكة وستمكن هذه الإمكانيات التي وفرتها الحكومة من تأطير بداغوج بمعاير دولية والرفع من جودة التكوين الطبي بما يتماشى مع الأهداف المتعلقة بالرفع من أهداف الخريجين قبل المغادرة لا تنسوا الاشتراك في قناة العمق المغربي وتفعيل الجرس ليصلكم كل جديد ولا تنسوا مشاركة الفيديو والضغط على زر العجب